القرار الأحادي الذي اتخذته السلطات التونسية بقبول مشاركة الكيان الانفصالي في قمة منتدى التعاون الياباني الإفريقي جاء مخالفا لقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلاة والعملية المتفق عليها مع الجانب الياباني من حيث الدعوة والمشاركة في قمة التكاة ثمانية وفيما يتعلق بقمة التكاة ثمانية المنعقدة بتونس يومي 27 و28 غشط الجاري تم التوقيع على الدعوات حصريا من قبل رئيس وزراء اليابان والرئيس التونسي وإرسالها من قبل السفرات اليابانية المعتمدة في إفريقيا وشملت الدعوات خمسين دعوة تم إرسالها بشكل مشترك إلى الدول المعترف بها رسميا من قبل اليابان باستثناء أربع دول خاضعة لعقوبات الاتحاد الإفريقي وهيامالي وبوركينفاسو وغينيا والسودان وتعهد تونس بموجب مذكرة شفوية رقم 597 بتاريخ الخامس من غشط بأنه سيتم قابول الدول المدعوة رسميا فقط للمشاركة في القمة وكان هذا هو الحال أيضا بالنسبة للاجتماع التحضيري الوزاري الذي نظمته اليابان عن طريق الفيديو في 12 مارس 2022 وأكدت السلطات التونسية مرارا وتكرارا أنه سيتم تسجيل شارات الوفود الرسمية والمشتركة من اليابان وتونس فقط خلال اجتماع كبار المسؤولين التحضيريين للقمة الذي عقد في 25 من غشط في تونس لم يتم توفير مقعد لأي كيان غير مدعو رسميا ورفض الوفد الياباني الذي كان مسؤولا عن إدارة هذا الاجتماع لكبار المسؤولين في التكاد رفدا قاطعا دخول ممثل الميليشيات الانفصالية الموجودين على الفور إلى غرفة هذا الاجتماع ومع ذلك فقد لوحد خلال جلسة الاجتماع كبار مسؤولين في التكاد ثمانية أن الوفد الجزائري طالب بقبول حضور الميليشيات الانفصالية الذين تمت دعوتهم واعتماد شاراتهم من قبل تونس البلد المضيف ولم يعترض الوفد التونسي على هذا البيان في ختام اجتماع كبار مسؤولي التكاد ثمانية المعلق لمدة أربع ساعات لإجراء مفاوضات بين الوفود أعلن رئيس الوفد الياباني أنه تم تأجيل الاجتماع بسبب الحظر المسجل على مشاركة كيان غير معترف به من قبل اليابان خروج تونس عن قرارات الاتحاد الإفريقي وانتهاك عملية الإعداد والقواعد المعمول بها من التكاد بشكل أحادي الجانب أمر مرفوض وغير مبرر وقد قرر المغرب عدم المشاركة في قمة التكاد والسدعاء السفير المغربي بتونس للتشاور وأبرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بلاغ لها الجمعة أنه بعد أن ضعف تونس مؤخرا من المواقف والتصرفات السلبية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا جاء موقفها في إطار منتدى التعاون الياباني الإفريقي تيكاد ليؤكد بشكل سارخ هذا التوجه العدائي وأضاف المصدر ذاته أن الاستقبال الذي خصصه رئيس الدولة التونسية لزعيم الميليشيا الانفصالية يعد عملا خطيرا وغير مسبوق يسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية وخلص البلاغ إلى أن هذا القرار لا يشكك في تشبث المملكة المغربية بمصالح إفريقيا وعملها داخل الاتحاد الإفريقي ولا في التزام المملكة في إطار التكاد